السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هادم لكم النهاردة تفسير رؤية الدجاج الميت أو الدجاجة الميتة في المنام إذا رأى الرجل في منامه دجاجة ميتة يعني أنه سمع كثيرا من الأخبار السيئة إذا كان الرجل يخطب الفتاة ورأى الرؤية فهذا يعني أنه سيطرق خطيبته إذا رأت المتزوجة في حلمها دجاجة ميتة فقد يشير ذلك إلى قيام المرأة بتربية الأيتام والسعي لجمع المال لهم إذا رأى شخص ما دجاجات ميتة تتجمع حوله فهذا يعني لم شمل الأسرة ومقابلتها ومع ذلك إذا وجدت الفتاة نفسها تطار الدجاجة ميتة فهذا يعني أنها ستضيع الكثير من الوقت في مطاردة أشياء لا قيمة لها إذا كنت تعمل أو تملك مشروعا ورأيت دجاجا ميتا في المكان الذي ينتمي إليه عملك فمن المحتمل أن ترى الكثير من المشاكل في ذلك المكان وتعاني من أضرار مالية فيه أما إذا كانت الدجاجة الميتة موجودة في منزل الحالم فأن الخلافات تأتي من هذا المنزل والعلاقة الأسرية ليست جيدة بسبب الخلافات المتكررة والخسائر التي يعاني منها أفراد الأسرة يمكن القول أن مشاهدة الدجاج الميت ليس ممتعا لمعظم المترجمين أو المفسرين لأنه يظهر انفصلهم عن خطيباتهم أو زوجهم أو الابتعاد عن بعض الأصدقاء نتيجة للعديد من المشاكل التي تحدث في العلاقات الشخصية فصر ابن سيرين أن طهي الدجاج الميت أمر غير مرغوب فيه في الرؤى فهو يحذر الإنسان من أفعاله التي تغضب الله وعدم قربه في الصلاة والعبادة وهذا يجعله في حالة حزن وقرب دائمين ويؤكد أن الدجاجة الميتة في معظم التفسيرات هي رمز لكلة الرزق والعديد من المشاكل فضلا عن خطر انتهاء العلاقات الاجتماعية المضطربة سواء كانت صداقة أو زواجا أو خطوبة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته